ازاي اكوا عاملين ايه يا رب الجماعي يكون بخير النهاردة هنتكلم عن الطفل اللي تعرض كتير جدا للتنمر سواء في البيت من الاهل او في المدرسة من اصحابه او من المدرسين او كده وده لابد ان انت تروح لمتخصص جلسات للعلاج النفسي للطفل ويكون معه حده متخصص ليه لان الطفل اللي تعرض لتنمر بشكل مستمر سواء في المدرسة او من الاهل او في الشارع او في النادي او ايا ان كان المكان بيكون طفل فاقد الثقة بنفسه بيكون طفل مهزوز تمام بيكون طفل فاقد الثقة بنفسه بيكون طفل مهزوز طيب الحل ايه الحل ان انت بتعمله جلسات مع متخصص للعلاج النفسي تمام لان فيه طرق معينة بنستخدمها عشان نعيد الثقة بالنفس في الطفل اللي هو اتعرض للتنمر بشكل مستمر ومبالغ فيه من الاهل او في المدرسة تمام طيب الطفل اللي هو تشكك في قدراته لان الطفل اللي بيتم التنمر به يعني مثلا حد تنمر بطفل ده بيتشكك في قدراته فبالتالي بتهز شخصيته بالتالي بيشوف ان هو فيه كمية عيوب مش موجودة في اي حد فانت هتتعمل ازاي في البيت ان انت هتشكك في الشخص اللي اصلا تنمر عليه الشخص اللي بيتنمر عليه هو كمان عنده عيوب طيب انت هتقول لابنك او بنتك انت ازاي تصدق شخص هو كمان فيه عيوب يعني زي ما انت فيك عيوب وانا فيه عيوب ما هو الشخص اللي بيشكك فيك وبيتريق عليك وبيتنمر بيك ده برضو هو فيه عيوب فهتبدأ تشككه في نظرة الشخص المتنمر به تمام هتبدأ تشككه في نظرة الشخص اللي عمال يتريع عليه ان هو نظرته غلط لان هو برضو عنده عيوب وعنده حاجات كتير جدا مهزوس فيها تمام وبالتالي هيبدأ ما يصدقش الرأي اللي هو بينتقده دايما او الرأي اللي بيتنمر به او يتريع عليه دايما الطفل اللي بيكون فاقد للتشجيع تمام دم ده بيكون فاقد للحب تمام محتاج حد يحبه محتاج حد يشجعه باستمرار الطفل محتاج الدعم والكلمة الطيبة مش محتاج التنمر والتريقة ولادنا محتاجين الدعم والكلمة الطيبة مش محتاجين التنمر والتريقة احنا ازاي بقى هنعمل كده الطفل اللي تعرض باستمرار للتنمر في البيت او في المدرسة لازم نعود نتكلم معاه ونعرضه على حد معالج نفسي تمام متخصص يحاول لان ده هيخليه مهزوز وهيخليه ما عندهو ثقة بنفسه تمام طب احنا الحل اللي في ايدينا في البيت ايه ان احنا نشكك في الشخص اللي تنمر به نشكك في الشخص اللي تنمر به ازاي تعد تسأل ابنك انت ايه رأيك اصلا في الشخص اللي بيترية عليك ده هيقولك لا ده هو بيغلط في كذا وكذا وكذا تروح ايه شفت هو كمان عنده عيوب وانا عندي عيوب وانت عندك عيوب بس ما ينفعش نترية على بعض تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام